السلام عليكم اهلا وسهلا ورحبا بكم معي من جديد على قناتكم البساطة مع كريمة سعيدة بلقياكم من جديد كنتمنى هدلا فيديو ورقاكم في احسن الاحوال الاقتراح ديال ليم غدي نحضر معاكم الكيك اليومي مع جميع الاسرار باش ينجح معاكم يجوكم خفيف وطالع خليكم معايا اخواتي الاخير باش تعرفوا عن المقادير وكذلك طريقة تحضير فرجة متعة بالنسبة للمكونات عندي هنا يا اربعة ديال البيضات طبعا البيض دائما يكون بحرار المطبخ كذلك غدي نضيف كاس من السكر حبيبات طبعا العبار بالكاس ديال العنبال السيعة ديالو 150 ميلي هنا كما كتلاحظوا معايا في الاول كنوضع البيض مع السكر وكذلك الزيت في الخلاط الكهربائي ممكن تخدموهم غير بالخلاط اليدوي هنا كذلك زيت واحد الكاس ديال السكر الفانيلي التنسيم ثم غدي نزيد هنا كاس الى اربع ديال الزيت المكونات هادو غدي نوضحهم في الخلاط الكهربائي وغدي نخلطهم مزيان حتى نلاحظ ان الخالط يعني بالتكيع قاد كذلك اللون ديال الخالط تغير نوعا ما ممكن تخلطهم غير بالخلاط اليدوي وتخدموهم مزيان ضروري اخواتي تخدمو هاد المكونات مزيان او في الاول تخدمو البيض مع السكر مزيان بالخلاط اليدوي ثم تضيفوا باقي المكونات صافي هنا بعد ما خلطت المكونات مزيان غدي نوضحهم هنا بواحد الاناء صافي هنا اخواتي كنزيد من السم هاد الكيك بقشور ديال الحامض اللي كيعدو صراحة واحد المداق اللي اكتر من رائع كنحاول انني نحكغي القشرة الخارجية كالعادة هاد الكيك هادا كيجي يعني من السم والحامض كنتمنى ان شاء الله اخواتي تجربو هاد الكيك صار حكيك اللي ناجح وتلتزمو بجميع النصائح وكذلك المقادير صافي هنا يا غدي نضيف الدقيق بالنسبة للدقيق غدي نضيفه غدي نضيفه عفوان دفوعات طبعا كما كتلاحظو كنغربلو ضفت هنا الكاس الاول المجموع ديال الدقيق اللي غدي نضيف ثلاثة ديال الكوكوس طبعا العبار بالكاس ديال العنباء اللي السيعة دياله 150 ميلي هنضيفك الكاس الاول ثم غدي نزيد الكاس الثاني وغدي تلاحظو هنا في الاول كيكون خالط يعني تقيل نوعا ما ولكن غير تبعو الفيديو هنا كذلك غدي نزيد الكاس الثالث وبطبيعة الحال المقادير مضبوطة كالعادة غدي نخليها لكم في صندوق الوصف هنا غدي نزيد جوج اكياس من خاميرات الحلويات الوزن 16 قرام لان كل كيس فيه 8 قرامات كما كتلاحظو يعني الخالط يعني راح تقيل نوعا ما ولكن غدي نزيد الياغورت انا ضفت هنا الياغورت بالنكهة ديال الباني اه خليوا الياغورت جربوا هالطريقة هذي وخليوا الياغورت حتى للاخير وغدي تحصلوا على واحد الكيك اللي كي جي رائع جدا خفيف ومهوه بالداخل وكذلك طالع هنا كما كتلاحظو غير خلطه مزيان وكذلك غدي نزيد اه واحد ديك الحامضة اللي حقيتها غدي نزيد عصير ديال نصف ديالها وغدي نتحصل على واحد الخليط اللي يكون اه هو هاداك يعني كما قد عرفوا الخليط ديال كيك مخصوش يكون خفيف بزاف لانه ولا كان خفيف بزاف غدي يطلع في الفورن كيتخرجو غدي هبطو كذلك اللي تزدولو يعني الدقيق كتر من القياس غدي جي كون كيك اللي مدقس سافي هنا كنخلطو كيما كتلاحظو وغادي نزيد كذلك واحدة الربع كأس ديال العصير ديال الحامض يعني الليمونة اللي حقيتها معاكم غدي نحصر غير نصف ديالها ان شاء الله اخواتي تجربوا هاد الكيك وينجح معاكم لانه صارحة طريقة اللي ناجحة ومقادير اللي مدبوطة سافي هنا غدي نضيف دا كل ربع كأس ديال عصير ديال الحامضة ممكن اللي ما عندوش الحامض ممكن تعوضوه اه بالخل الابيض سافي هنا اخواتي كنخلط الخالق ديالي مزيان تحصل على واحد الخالق لكون القاوم دياله على هات الشكل هذا كما هو واضح في الصورة هنا غدي ناخد هاد المول غدي ندهنه بطبيعة الحال بالزبدة ونرشو بالدقيق بالنسبة لهاد المول اخواتي يعني رهم الحجم الكبير سافي هنا بعد ما دهنته بالزبدة غدي نرشو بالدقيق وهذه مباشرة نصف فيه الخالق ديال الكيك ديالي باش تدخل واحد الكميات ديال الهواء ونتحصله على واحد الكيك اللي يجي مهوي وخفيف بطبيعة الحال سافي هنا اخواتي انا اول مرة غدي نطيب الكيك في الفور الكهربائي اه دخلت والفور طبعا بارد من قبل يعني فرار لي بارد وضعت اللاطة ديالي يعني وضعت المول ديالي عبفان في الاسفل يعني الدرج التالي اشعلت عليه النار من الاسفل والاعلى طيبته على مية وسبعين درجة وبالنسبة لطريقة ديال الفور الكهربائي يعني رها بينك هتشعله عليها غير من الاسفل تتلاحظو انه تطلع بالدالي حمار من الجوانب ثم تهبطه يعني يتحمر من الاعلى سافي هنا انا طيبته في الفور الكهربائي صراح اول مرة كان طيب الكيك في الفور الكهربائي وتحصلت على واحد الكيك اللي طالع ونتيجة اللي رائعة جدا كما تلاحظو كنتمنى ان شاء الله اخواتي تجربو هاد الكيك بجميع النصائح اللي اعطيتكم هنا قد نتهنه هنا دهنته بالمربا وقد نرشع لي هنا القليل من جاوز الهند او الكوك بالنسبة لتزيزينو على حسب الدوق ديالكم طبيعة الحال ممكن تخلي واحدة هاكا كنتمنى ان شاء الله اخواتي تجربوها وتعجبكم وتنجح معاكم طبيعة الحال كما نشح معاكم اه الوصفات اللي كان اعطيكم وصفات اللي مضمونة وسهلة وكذلك اقتصادية هنا قبل ما نختم الفيديو بطبيعة الحال الكيك ديالي رائعة مباشرة زينتها وقد نقطع معاكم هنا باش تشوفوا يعني الشكل ديالها من الداخل يعني كيك يجي مهوي خفيف قطني وكذلك يوم ما كتلاحظوا يعني كتجي كيكا اللي طال عزاف ان شاء الله اخواتي تجربو هاد الكيك وينجح معاكم في اعلان كيكا اللي ناجحة وكيما قلت لكم يعني اول مرة كان طيب الكيك في الفور الكهربائي ما كنتش كان زعم عليه ولكن صراحا نتيجة اللي رائعة جدا. كنتمنى من كل قلبي انكم تجربوه اخواتي. الفيديو ديالي بانتها شكرا لكم على المتابعة والى الملتقة مع الجديد ان شاء الله. اخواتي كنتمنى يعجبكم هاد الفيديو واقبار عدد من اللايك وكذلك البرتاج مع الاهل والاصدقاء اللي كي تعمل بfe 길. شكرا لكم على المتابعة والى الملتقة مع الجديد ان شاء الله. ترجمة نانسي قنقر